في فكرة عملية ومفيدة جداً لجأ ثلاثة طلاب إلى ابتكار يساعد أناساً كثر في منازلهم وأعمالهم ويحافظ على ألواحهم الشمسية عبدالوهاب ومحمد وعلي ثلاثة مبتكرين قاموا بابتكار آلة تنظيف لألواح الطاقة الشمسية كمشروع لتخرجهم من قسم التحكم الإلكتروني الصناعي في المعهد التقني للأيتام المعهد يتكون من ثلاثة خاصة فقط مساحة وطرقات برمجة حاسوب تحكم إلكتروني صناعي حيث نلاحظ أن في هذه الأكسام أن في طلاب مبدعين وجيدين ومشاريع ممتازة جداً كمنا بإنشاء فكرة مكينة غسيلة الألواح نظراً لطلب حاجة السوق وحاجة المستهلك لأنه توجد هذه المكينة في السوق بأسعار غالية تصل إلى حوالي ألف دولار وتكون يدوي حتى أنك لا تستغني عنها لأيدي العاملة فقمنا إنشاءنا هذا المشروع على أساس أن نستغني تماماً عنها لأيدي العاملة ويكون يدوي، يكون أوتوماتيك، لا يكون شيء يدوي أتت فكرتهم من حاجة الناس المستمرة لمسح الألواح الشمسية من الغبار والأتربة لتستمر في أداء عملها بشكل جيد وفكرة ابتكارهم تتمثل في إنشاء مساحات خاصة تتحرك تلقائياً كل يوم بعد الفجر مباشرة تعمل على رش الماء فوق الألواح ومسحها في نفس الوقت في منظومات كبيرة تيجي حق الآبار، تيجي حق مجمعات كبيرة يكون مع 40 لوح، 50 لوح الطلاب ابتكروا فكرة كيف يعملوا آلة تنظف الألواح يومياً بالفجر في الصباح يعني قبل ما تشرق الشمس عشان لا تتأثر الألواح كيف تمسح الألواح وتغسلها بماء وبعدها ترجع تجففها يعني الخطوة الأولى أن تبدأ تسكب ماء وتمسحها في نفس الوقت الخطوة الثانية تبدأ تجفف الألواح استمر عملهم لمدة شهرين حتى أتموا هذا النموذج المصغر من الابتكار ويقولون أن بإمكانهم عمله بأي حجم يطبه المستفيد حتى لمنظومات كبيرة وهذا الابتكار من شأنه المحافظة على الألواح الشمسية وأداء عملها بشكل جيد ومستمر قمنا بعمل هذا المجسم لقينا أقبال كبير للطلب منظومات الكبيرة وقادرين نحن نعمل منظومات تصل إلى مكان تنظيف تصل إلى 300 أو 400 لوح قد حصلنا إقبال يعني لدينا منظومتين قديقة قادرة تنفيه بس بسبب ركود السوق يعني والطلب على الألواح حصلنا هذا الفترة يعني حالة ركود الطلب والكل واجهنا صعوبات مثلا تصميم القاعدة صممناها أكثر من مرة عملنا أولا قاعدة ألمانيوم بعدين بسرنا أنها يعني كان فيها اختلافات في التصميم نظرا للميكانيزم حقنا حقا لتشغيل المشروع بل إضافة إلى أنه بعض القطاع الأسوك اللي كنا نريدها احنا مثلا الأردوينو اللي كنا نتحكم بها عن بعد كان نوصلها برسطة الإنترنت أو بواسطة تايمر تكون تشغيل ذاتي أيضا بسبب حتى السيولة ما كانت متوفره أنا أيضا وزملائي حاولنا نحن نعمل هذا المشروع بأبسط التكاليف لمنها دوائر بسيطة يعني بأبسط التكاليف الطالب المبدع يخرج إلى سوق العمل ولا يحتضنه سوق العمل حيث أن هناك لدينا جهة معينة يسمى الهيئة العامة البتكار واجب عليها أن تحتضن الطلاب المبدعين وتنمي ذاتهم وتطورهم وتجعل هذه المشاريع البسيطة إلى مشاريع منتجة يستفيد منها الوطن الفكرة مميزة وبدأ الطلب عليها من أناس رأوا الابتكار على صفحات المبتكرين وهاهم يشرعون بتنفيذها لهم ولابد من تشجيع والدعم مثل هذه الابتكارات العملية والمفيدة لنتمكن من الاستفادة من القدرات الإبداعية لدى الكثير من الشباب اليمني المبدع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر